موسيقى عندما كنتم مشاهدين أهلا بكم إلى موجزل لأهم الأنباء يأتيكم مباشرة من قناة الجزائر الدولية بداية من الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة الأمريكية حيث فاز الحزب الديمقراطي أمس السبت بالمقعد الذي كان يحتاج إليه للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي حسب توقعات مركز إديسون ريسيرش وهو انتصار حاسم لما تبقى من ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تنتهي في العام 2024 وقلصت ديمقراطيون الفارق بينهم وبين الجمهوريين في نتائج انتخابات مجلس النواب بحصولهم لحد الساعة على مائتين وأربعة مقابل مائتين وإحدى عشر تظهر الألف من السودانيين السبت للمرة الثانية خلال أسبوعين أمام مقر بعضة الأمم المتحدة في الخرطوم احتجاجا على التدخل الدولي الهادف إلى إحياء الانتقال الديمقراطي في البلاد ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها شعارات من بينها لا للتدخل الأجنبي مطالبة بمغادرة المبعوث الأممي للسودان وندد المتظاهرون بخطة الانهاء أو بخطة انهاء الأزمة المقترحة من طرف نقابة المحامين السودانيين قال الوسط الأفريقي أوليكسون أوبا سانجو إن تنفيذ اتفاق الهدن بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي المتوقع أو الموقع أمس أقول عفوا السبت سيبدأ فورا بإيصال المساعدات إلى إقليم تيغراي شمال إثيوبيا في حين سيبدأ نزع السلاح للجبهة بعد غد ثلاثاء وكانت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي وقعتا في العاصمة الكينية نيروبي وثيقة ترتيبات أمنية بوسطة أو بوسطة أقول إفريقية تثبيتا لاتفاق السلام بينهما لإنهاء حرب استمرت عامين أودت بحياة الألاف وتشريد الملايين كشف وزير الخارجية الثونسي عثمان الجندري خلال لقائه المفوض الأوروبي للعدالة دي دي إيرانديد الذي يقوم بزيارة عمل إلى تونس كشف الأهمية البالغة التي تولها بلاده لاسترجاع الأموال المنهوبة وللتعاون مع شركائها المعنيين بهذا الملف وجاء في بيان للخارجية أن الجندري أبرز الاستعداد التام للسلطات التونسية لمواصلة وتكتيف التعاون مع الجانب الأوروبي حول هذا الملف بدأ قادة دول جنوب شرق آسيا المعروفة بمجموعة آسيان أمس السبت محادثات مع عدد من زعماء العالم الزائرين بمن فيهم أقول الرئيس الأمريكي جو بايدن في مسعى للتواصل مع خمس أو خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أقول أنطونيو جوتيريش من كامبوديا المجلس العسكري في مينمار إلى العودة فورا إلى ما أسماه طريق التحول الديمقراطية قتم الموجز لمزيد من الأخبار يمكنكم تصفح مختلف المواقع الظاهرة أسفل الشاشة في أمان الله اشتركوا في القناة